السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الدرس نتحدث إن شاء الله عن كيف أقدم نفسي بالنسبة للأشخاص المبتدئين في تعلم اللغة الإنجليزية وكيف أتحدث عن أشياء أحبها والتي لا أحبها في البداية أتحدث عن تعريف بنفسي يعني اسمي والعمر فنقول hi my name is وأعطي اسمي I am العمر I am for example 12 years old I am from وأعطي اسم البلد أنا من there are five people in my family for example هناك أربع أشخاص أو خمس أشخاص في عائلتي وهما my father, my mother, my sister, my brother and me my school name is اسم مدرستي هي وأعطي اسم المدرسة my favorite subjects are المواد المفضلة لدي المواد المدرسية المفضلة عندي are math, french and science my hobbies, هواياتي are playing tennis لعب كرة التنس and watching movies ومشاهدة الأفلام I also like traveling so much أحب كذلك السفر كثيرا أو جدا I dislike staying at home I dislike staying at home in my free time معنى أكره الجلوس أو البقاء في البيت في وقت فراغي my favorite food is pizza أكل المفضل هو pizza and my favorite drink is tea وشراب المفضل هو الشاي مثلا أو coffee يعني قهوة أケário وش tit وش مش أحبوة وش شكرا